متفائل لكاس الأمم اللي جاي بصراحة ولا شاف ان لا يعني احنا بعيد كاس الأمم بطولة مهمة جدا لمنتخب مصر وهي دي البطولة اللي هتبقى يعني انت لو حققت النتيجة الكويسة في كاس الأمم مؤكدة تصعد نهاية كاس العالم فهي حلقات لابد ان احنا نحققها صحيح اتحاد الكورة لما تعاقد مع كروش اعتقد يعني في التعاقد بتاعه كان همه او يعني مكتوب في التعاقد التآهل لنهاية كاس العالم صحيح وده الاهم بالنسبة له هو الاهم بالنسبة له لكن انا شايف ان بطولة الامم الأفريقية لا تقل اهمية كلنا شايفين لان انت انا بكلمك على المعايير هل احنا عندنا بعد ما شفنا المنتخب بطولة الامم العرب وشفنا قدام ليبيا وقدام انجولا وقدام الجابون كامل العدد قدام فرق من الدرجة الثالثة او ربعة في القرى الصمراء يعني هل انت شايف احنا بقى مش عايز بقى النزع بتاعت المصريين دي اللي هي بقى اللي هي ايه ناخد البطولة احنا داخلين جمدين جدا لا احنا بنتكلم كورة ومنتكلم عندك منافس وعندك لعيبة كورة كابتن خالد المنتخبات دايما بطولت في البطولات اثناء البطولة وتلاقي الدنيا عالية فككورة منتخب مصري يظل منافس هيبقى منافس في كل الاحوال منتخب مصري هيبقى منافس رقم ستة في افريقيا دلوقتي معاك ترتيب ترتيب ورقم ستة اه بس في البطولة ممكن يبقى رقم واحد وارد جدا ده امل ولا طموح ولا تفاول ده وارد وارد يعني لو احنا بدأنا بداية كويسة وبدأ هنعلم مع المباركة وارد على اساس ايه منت اللي بتقدمه قدام الانجولا والجابون وليبيا في مصر انا شفناها غير ليبيا طبعا في الليبيا يا فندم عادي يعني مستوى عادي في 98 في 98 احنا روحنا مع الكابتن محمود الجهري في 98 رايحين ان احنا هناخد مركز الاربعتاشر كسبنا البطول يعني فهي الفكرة يعني اقصد اقصد منتخب مصر مرشح مرشح منتخب مصر منتخب كبير ومنتخب عنده خبرات مرشح كمان في وجود يعني متقسش قوة منتخب مصر بكاس العرب لان انت برضو عندك قوة صحيح مش موجودة صحيح يعني انت عندك المحترفين يفرق اللعيب يفرق عندنا بتاع 3-4 لعيبة هم القوام الهجومي بتاع المنتخب اه طبعا محمد محمد صلاح عمر مرموش غير بقى رمضان الصبح غير عبدالله السعيد غير ابراهيم عادل غير كل دول يفرقوا كتير جدا كل دول كل واحد في دولة يفرق كل اسم في دولة يفرق كتير جدا طبعا المنتخب طبعا اللي بيخلص يعني اه طبعا احنا دفعيا انو اللي بيعرف يخلص اللي بيعرف يجيب جون اه طبعا انت انت كانت مشكلتك في كاس العرب اه الشق الهجومي يعني صحيح بسعين كنت كويس لكن الشق الهجومي اه كان عندك مشكلة ونص الملعب بعض الشيء لا كل ده في الحلول دي هتبقى موجودة في كاس الامر اه فان شاء الله هيبقى شاكلنا افضل اه وانا توقعاتي ان احنا هن يعني هنكمل في البطوة هننفذ